بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم يا حبايب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير صباح الفل او مسائل الفل على اختي وحبيبتي وقوم اللي بتتبعني وحشتوني وحشتوني وكمان مرة وحشتوني يلا بينا نبدأ الروتين بتاعنا النهاردة ونشوف هنعمل ايه في يومنا اول حاجة ودقت الروتين معاكم من الصبح بدر زي ما انتم شايفين مش بدر قوي يعني انا صحي ومتاخرة اصلا دلوقتي حوالي 11 ونص كده حطيت بقى اللبن على النار مرضيتش حط بقى اللبنة كلها حطيت شوية كده في اللبنة الزغيرة دية وهيغلو بقى على النار مش هيغلو يدوب هيسخنوا بس حطيت بقى انا الشاي والسكر في الكبيات واللبن كان معايا سخن بالشكل دو كده صبتوا في الكبيات وبعد كده بقى هنشوف هنعمل ايه ونفطر الولاد ونقعد نفطر احنا كمان ونزفط كل حاجة انا بتكلم بالجامع لان كنتم بتعطوا تفتروا معايا وبتاكلوا معايا وبتعملوا كل حاجة معايا فانا بتكلم بصفة الجمع اللي هو انا وانتم مش حاجة تيتين بص دلوقتي كنت مبارح بالليل مصدعت جدا 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 فهم وتتخيلوا فاخدت بقى كتفلين اللي انتوا شايفينه دوك كده وروحت نايمة بقى ايه يعني مدرتش بنفسي حتى صحيت متأخرة بصراحة موكا بقى هتعط تساقي بقى اللبن كده الفيش دوت في اللبن وهفتح لهم بقى الفين وهعمل لهم ساندوتشات جبنة نيستون جنب اللبن موكا ويوسف ملنا لسه نايمة بعد ما فطرنا والحمد لله انا فطرت برضو كوباية اللبن ده بس من غير سكر خالص بس حطيت معاها شاي لكن طلع طعمه مش حلو خالص لكن لما بتحط اللبن بس من غير سكر بيبقى طعمه حلو من غير اي حاجة تانية ممكن يعني لو هتشربه من غير اي حاجة ممكن تحط عليه ربع معالية قرفة بيبقى طعمه حلو لكن لو شاي موهش جدا 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 خدت معايا اتنين بقسماتة اللي هو السن ومسحت الترابيزة وزبطت كل حاجة والغسالة كنت مشغالها بقالي يعتبر نص ساعة كده خلص فاضل لها اربع دقايق والغسالة تخلص ونخش بقى على المطبخ ونشوف هنعمل ايه عايز اقول لكم اللي انا والله نايمة بالليل ما كانش في مواعين في الحود لكن المواعين اللي طلعت دي منين انا مش عارفة الله اعلم بيقولولي احنا كاننا بطيخ بالليل طب كلتوا بطيخ انتو تلاتة بس مش عشرين يعني انا شايفة المطبقية كلها كانت جوة الحود اللي تبقى دي كلها منين يا مام انا كلتوا بعدها بشوية جوعت تاني رحت حطيت هو البطيخ مش اكلهم يعني عشان خط البطيخ بيبقى طعمه حل فهم كل شوية اه واحدتين يعني في الطبق كده ويروحوا واكلين اه عايزين تاني بعدها بشوية مش يشتفوا بقى الطبق ويحطوا فيه لأ الطبق يتحط في الحود يا حبيبتي هما دول هيشتفوا حاجة وياخدوا طبق غيره وفيه بقى ما شاء الله يعني حد هيقوم الصبح يخسل معين ويزبط كل حاجة المهم بس اللي هما ياكلوا كده الفهنة وشفة ويكسروا ويعيشوا يعملوا كل اللي هما عايزينه بس يبقوا اه سحيتهم كويسة انا مش طالبة اي حاجة من الدنيا ربنا يحفظهم هما وكل الاطفال اللي زيهم اللهم امين غسلت الاطباق وخلصت كل حاجة وبرضو غسلت بقى الايه الكبايات والحاجات اللي احنا افطرنا فيه بها الصبح طبعا بقى هنعمل نهارده الغدا مع بعض عايز اقول لكم وانا باخسل الكبايات الكبايات قسرت من ايدي اللي انتو شفتوها ديت لما ازحلقت وقعت على الكبايات تانية فتقسرت رحت خدتها ورمتها فدية طبعا صحة ولا لا مش فدية يلا اكتبوا لي تحت في الكومنتات فداك يا هيبا عملا كسر يا جمعة في الكبايات انا مش عارفة كبايات دي هعمل في ايه كان فضل شوية بقى لبن شوية صغيرين يعني فروحت حطهم بقى في الكنكة ديت وايه وهدخلهم التلج واللبانة ديت برضو غسلتها وغسلت الموعين وضبطت كل حاجة عشان لما اجي اعمل الاكل احس كده اللي الدنيا نضيف بحب انا لما اجي اعمل الاكل يبقى الحود عندي نضيف حتى البوتجاز بحس اللي هو نضيف حتى لو مستعجلة او جاية مسلا من مشوار مستعجلة وعايز اعمل الاكل بسرعة لو في حاجة في الحود بخسلها دي طبيعة بناعية ده عاودي نفسك على كده عاودي نفسك لما مثلا ايه عايزة تعملي الاكل مثلا في طبقين في الحود في معلقة في كباية البوتجاز مش نضيف عاودي نفسك لما تيجي تعملي اي حاجة بتعمليها في المطبخ البوتجاز يكون نضيف وزي الفل صدقيني والله العظيم بيديك كده طاقة ايجابية ونفسيا كده بتبقى حلوة عاودي نفسك اللي انت على طول عينيك تشوف الحاجة الحلوة صدقيني الموضوع ده هيختلف معاك 180 درجة حطيت بقى البصلية على النار وحطيت بقى معلقة سمنة وبعد كده جبت التصص صغيرة خلص ديت حطيت فيها بصلية صغيرة وحطيتها بعد ذيها الفسولية وحطيت بعد كده نص كباية عصير طماطق طبعا من غير اي مادة دهنية دي انا هاكلها عشان اضايت لاني البسلة مش مستحب اللي انت تكليها ايام الضايت يعني تفاهمين قصدي البصلة بقى ديبلت معايا وبعد كده نزلت بالبسلة اللي بتاعة تقلبتين تلاتة وبعد كده فضيت كيس الطماطم اللي انا كنت مخرجها من الفريزة طيب هتسلق لحمة او هتعملي ايه هبة لأ النهاردة مش هسلق لحمة للأسف اللحمة اللي عندي دقيتها خلصونة من الفريزر ملقتش غير مفروم بس فهضطر اللي انا اعمل جنب الاكل النهاردة واعجبت بيها جيت بقى عشان اخد رز لقيت علبة الرز فضية رحت جبت كسين وفضيتهم في العلبة خدت نص كيس عشان اعملوا النهاردة والنص فضيتهم في العلبة عشان يبقوا قدامي او تحت قدائي حبتت نص معلقة صلصة طماطم على البسلة وزيها ايمكن اقل شوية على الفصولية وهسيبهم بقى كده يتسبقوا مع بعديهم وانا قدية على طول في الشارية وبحمر الشارية عايز اقول لكم النهاردة بعمل الاكل متأخر شوية لان انا صحية ومتأخرة شوية صحية الساعة كم صحية الساعة اثنة وشار ينفع كده يرزيكم كده بس والله العظيم عارفة لما بتصحية متأخرة بتحس لانتي كسلانة واخمانة كده ومش قادرة يعني انا لما صحيت متأخرة حسيت كده لانا لأ في حاجة غلط يعني مش بداية اليوم من بدايته وبدأت مثلا اللي انا يبقى فيه شوية نشاط وفيه شوية حيوية كده عندك الصبح بدري صدقيني الموضة ده بيختلف تماما اه حطيت بقى الرز بعد ما غسلته وقلبته كده تقليبة وبعد كده نزلت عليه بالمية حط بقى الملح عايز اقول لكم اللي انا اصلا بالليل كنت تعبانة جدا مصدع جامد جدا معرفش الصدع دوت من ايه اه وعندي ارق كده مش عارفة لانا انام خالص كل شوية انام عشر دقايق وتلاقيين سحيت انام ربع ساعة وتلاقيين سحيت مش النوم العميق اللي انا متعود عليه او اللي احنا متعودين عليه حطيت الملح وبما اني يعني عند التوابل وكده فقلت احط توابل بقى على الخضار بتاعي حطيت ملح وحطيت شوية فلفل اسود وشوية بهروس بس كده والرز ملح بس مع احترام لي الناس اللي بتحط فلفل اسود انا سمعت حاجات غريبة قوي اه على الفيسبوك واحدة بتقولك بتعمل الملوخية بتقطعي مع الفتشة بتاعت الملوخية بتقطعي بصلايا ومعاها فصين طوب والكزبرة وكتعة الزبدة او كتعة السمن بصل مع الملوخية ازاي معرفش رز اه فلفل اسود مع الرز ازاي برضو معرفش سبحان الله يعني كده خلاص الفصولية خلصت معايا وبعد كده بقى البسلة برضو خلاص تقريبا خلصت والرز بقى ده اللي هو يدخل في السوى وانا وقفة بقى كده لو في حاجة عايزة تتعامل برضو هعملها عشان يبقى الدنيا عندي نضيفة وزي الفل لما جوزي يجي من الشغل يلاقي كل حاجة نضيفة مش يجي بقى يقولي ايه ده هو انت تقولي النهر بتعملي ايه انت كنت فين انت مش عارفة ايه اوه انت قاعدة على الموبايل الكلام اللي احنا بنسمعه كده اللي هو ملوش لازمة اصلا يعني ولو سيبنا البيت يضرب يقلب يومين تلاتة من غير ما تيجي جنبيه يعني هيشوفوا الفرق فالواحد مش عايز يعمل كده يعني انا عارفة مش انا بس اللي باشكي والله الناس كتير قوي بتشكي من نفس الموضوع دوت كده بالنسبة بقى للموضوع اللي هو ايه بتاع يعني تلاقي حد مسلا بيشكي او كده واحدة مسلا تقوليك اه ده انا تعبنة اه مش قادرة ترد بقى التانية عليها تقولها ايه اه انا كمان زيك يعني ليه ليه ما تقولي الف السلام عليكي ما تقولي يا معلش ربنا يقويكي حاجة زي كده ليه تقولي احنا كلنا تعبنين احنا كلنا مش قادرين هو المقطع دو تتعد تاني انا مش عارفة ايه السبب مش عارفة في حاجة غلط تقريبا المقطع بتاع الرز دو تتعد تاني معلش بس برضو بنتكلم مع بعض وبنحكي مفاش اي حاجة يا جماعة حقكم علي غلطة منتاج طبعا مش هينفع صلح اي حاجة لان خلاص فاضل على نزول الفيديو دوت فاضل اقل من الساعة كم دلوقتي ساعة ستة يعني هينزل سبعة ازاي انا مش عارفة لو نزل متاخر شوية معلش حقكم علي عبال ما صورت وعبال ممنتشت كده بسرعة 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 وكمان عبال ما ايه اتكلمت عليه طبعا دلوقتي خلاص كنت مستنية اللحمة بتاعت تفك ففكت معايا قطعت بصلتين وبعد كده رحت ضرباهم بقى في الكبة بعد ما ضربتهم كويس جدا وناعم قوي لو مش عندك عاملهم في المبشرة اليدوية بتبقى زي الفل والله نزلت بقى بكمية اللحمة كلها بس اللحمة مفرومة عشان الكتير قوي بيسألوني يا هيبة هو انت بتستعملي المفرومة دي تفرومي بيها اللحمة لأ انا بحط فيها اللحمة مفروم حطيت بقى التوابل بتاعتي اللي هي الملح والفلفل اسود شوية كمون وشوية بهارات وبعد كده حطيت بابركة وتم بودرة وبصل بودرة وبس كده واخدهم بقى مع بعض تقليبة كويسة جدا وبعد كده بقى نصبع مع بعض الكفتة بقى وتطلع احلى كفتة ان شاء الله بصوا كده خلصتها حطيت بقى الحلة دي تحطيت فيها معلقة سنة كبيرة كده محترمة وروحت نازلة بقى بصوابع الكفتة كلها فوق بعضيها بتستوي وما بتفكش وما بيحصل لهاش اي حاجة وصدقوني بتبقى طعمها حلوة قوي اللي جربها اكيد اعرف طعمها ايه واللي ما جربهاش جربيها وعلى ضمانتي ماشي؟ ماشي انا عارفة اللي انت بتاخدوا كلامي سيكة لو حاجة مش حلوة والله ما هطلع اقولكم عليها لو حاجة بتطلع مني بايزة برضو بطلع اقولكم يا جماعة الحاجة دي مش حلوة ما تجربوهاش ما تعملوهاش حاجات زي كده لكن والله كل حاجة انا بعملها انا بعملها البيتي بعملها ليا بعملها الجوزي بعملها لعيالي فوسكة للحاجة بتبقى حلوة فعشان كده بطلع اقولكم عليها طبعا بقى حطيت الكفتة على النار واي مواعين تلعت بقى مني هبدأ اللي انا اخسلها عشان يبقى واقفة كده الدنيا حوالي نظيفة وزي الفل طبعا غسلت بقى الكبة والاتباق اللي تلعت وفاضل بس المعالق دي كمان هخسلها ويبقى كده الدنيا عندي تمام وزي الفل الحمد لله اول ما بحس اللي انا خلصت كده الدنيا وخلصت الاكل او نص الاكل حتى خلص بحس اللي انا استريحت شوية بحس اللي انا خلص فيه هم كده اتشال من علي بصوا بقى الكفتة بتنزل المية بتاعتها وبعد كده بتشربها يعني ما تحطش اي سائل عليها خالص بتحطيها على النار وتوطي النار البسلة بقى كانت معايا خلص خلصتها هي زي ما انتم شايفين كنت بسخنها والفاصولية كمان برضو كانت خلصت معايا كنت بسخنها عشان خلص وقت الاكل يعني فاضل بس ايه فاضل الكفتة حطها على النار هي دلوقتي بقى شربت المية بتاعتها بعد ما نزلت المية شربت المية بس سيبها بس شوية كده تتشوح فيها بصوا بقى كل صباع كفتة لوحده ازاي ولا فك ولا بقت لحمة مفرومة ولا اي حاجة الكفتة بكفتيتها دي كده البسلة تسبكت معايا وبقت زي الفل عايز اقول لكم اللي العيال كانوا هيتجنينوا عليها قاعدوا قلولي يا ماما تعمها حلو جدا 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 الفصول يا بقى اللي انا عملتها ليا برضو طلعت تعمها حلو الحمدلله من غير دهون خالص خالص ودي برضو كفتة كده من اللي انا عمليها بس حمرتها برضو من غير دهون يمكن كمان بنقطة زيت واحدة بس علشان خاطر بس ايه ما تددقش معي وعملت شوية صلطة جنب الاكل وكده بقى كان الروتين بتاعنا خلص خلصنا اكلنا وكمان قضيتوا معايا اليوم النهاردة بحبكم جدا 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 لما ببدأ اليوم وانا فتح موسيقى